اشتركوا في القناة وعملت بالتمثيل المسرحي والتلفزيوني إلا أن عينيها كانت دائما ترنوى إلى الإخراج السينمائي الذي درسته لمدة سنة في فرنسا ولكن حالة الظروف دون استكمال الدراسة هناك إلى أن جاءت الفرصة فأخرجت عدد من الأفلام القصيرة ويعد فيلمها عنها ثاني أفلامها القصيرة التي تم إنتاجها من قبل المؤسس العام للسينما في سوريا حيث كان الفيلم الأول والفيلم الوثائقي الوجه الأول أمي والذي نالت عنه الجائزة الذهلبية في مهرجان في دمشق فيلم اليوم كما شاهدتم مختلف عما عرضناه سابقا من ناحية كونه فيلم قصير ومن ناحية أخرى المعالجة السينمائية التي تبنتها المخرجة لتقدم المضمون أو الرسالة التي تود إصالها لنا كمشاهدين هذه المعالجة التي تتخذت من الفنتازيا وسيلة وشكلاً فنياً مختلفاً عن التقليدي ولكن يترى هل كان الطرح أيضاً غير تقليدي لصورة المرأة هذا اللي ممكن نشوفه من خلال الحوار أستاذ رباب يسعد مساكي سامعتني؟ مساعدين بوجودك معنا مساعدين بوجودك معنا تحضلي تسلم يا حبيبتي أنا بس بدلي نوه على التقديم أو شي شكرين كيراً على التقديم الظريف أنا ما درست سنة بفرنسا أنا سجلت الحقيقة بمرسيليا لأدرس سينما بزروفي المادية ما ساعدتني فوقتاً رجعت على الشام ودرست تمثيل الحياة طب سؤالي لك ما الخيط الرابط بين رباب مرهج وبين رباب الممثلة وبطلة فيلم عنها هل هي الذات وصورتها المنعكسة في فيلم تماماً كما ينعكس ضمير البطلة في مرآتها؟ لا أعرف إذا سمعتني لا، هناك أكثر من رابط الحقيقة هناك أكثر من رابط أول شي نحنا إذا لا أعرف جيلنا نحنا درسنا في المدارس الإبتدائية على اسم رباب وباسم لا تقطع الشارع يا رباب رباب عم تطبخ باسم يعمل فهذا تشكل عنها ذاكرة الحقيقة وحتى أنا اسمي رباب أنا كان اسمي غير فأنا خي كان عم ياخد بالمدرسة رباب وباسم فرح ليسجلني بالنفوس فهو نسي عند المختار يعني نسي شو اسمي اللي بدون يسموني يا فقال له رباب فأنا صار اسمي رباب لأنه نحنا كنا عم ندرس رباب وباسم وربابي عنها هي رباب مرهج نفسها اللي هلأ عم بتحكي هو بيحكي جزء من حياتي منولوجاتي الحياة أحداث صارت معي أحداثي بذاكرتي أحلامي واقعي بالحرب ومن غير الحرب حياتي الزوجية إلى آخرية تفاصيلي يعني تمام المرأة في فيلمك ضحية مستسلمة ومستباحة لم تقاوم ولكن استسلمت للواقع حتى ضميرها لم يكن مؤثرا فهو كلام مكتوم وفعل غير يعني منفذ في هذا السياق لماذا قدرت أن يكون الضمير ذكر؟ هل هذا استمرارية لاستلاب المرأة حتى في ضميرها؟ لماذا إنعكاس المرأة هو الرجل؟ هلأ نحنا ما فينا ننكر نحنا بنكمل بعض نكمل بعض بهاي المجتمعات هو مفهوم ناقص يعني هو دائما بيخلي المرأة اللي هي المفروض مو نص المجتمع بس هي كل المجتمع هي الأرض هي الأم هي الخلق لحقيقة بس هني بيعملوها مثل عبدة أداة وقود وهذا الاستلاب الكامل لشخصة وإنسانيتها بيخلي الزكر حاضر دائما يعني فأنت حتى بكلامك مع نفسك وتشوفي حالك بمرأتك الشي اللي ناقصك فنحنا عمليا ناقصين الزكر النصف الآخر نحنا ناقصينه وناقصين أنفسنا نحنا مغزولين نحنا مقموعين مستلبين بكل شيء يعني ما في الآلهة كانت أنسة عشتار مضوط بس نحنا بصورتنا الحالية مع أنفسنا بهاي المجتمعات المتخلفة عزران بس هذا واقع عم منعيشوا بكل إشي يعني اي هذا عم بيأخرنا كتير بس هي بنفس الوقت كان فيها تكون المرأة هي مساحة للحلم كمان يعني عارفي كيف بس ما كانت مساحة للحلم أكيد أكيد وهي أحلامها لا لا هي كانت عم بتحاول هي كانت عم بتتمرد على هذا الواقع اللي عم بتعيش وعم بتحاول تعمل شيء بس صوتها ما كان عم بيوصل كان مخنوق بسبب الظروف المحيطة كلها فمشان هيك طلع الضمير اللي هو بده يحكي اللي هي ما عم تقدر تحكيه هو بده يعمل اللي ما عم تقدر تعمله يعني هي بلحظات إنه هي ما بده تعطي مثلا المصاري ما قادرة تحكي فضميرة بإلا لا تعطي لا تعطي إنه كوني أقوى لا ترجع لمنوجك لا تفوتي للجوة لا تهربي لا تهربي هي بده هات تعمل بس هي مؤادرة هي مكبلة هي لم تستطع أن تتمرد على واقعها بالأحرى يعني ما قادرت محاولات ميتة أشيلا أوكي طيب اخترتي معالجة للفيلم غير تقليدية هي الفنتازيا وهي المعالجة بهذا على ناحه بيفتح باب الخيال بيفتح باب الأحلام والعوالم الداخلية للشخصيات على وسحها وهو أيضا برضو ممكن تكون معالجة بتقدم شكل صفرية من الواقع ونقده في هذا السياق ارتداء الأقنعة مرتبط في ذاكرتنا بالمسرح ولكنك جعلتنا نرى أن أقنعة المسرح وخشبته تتسع لتمتد إلى الشارع إلى المجتمع بأسره لتفضح نفاقه لتفضح ازدواجيته حديثينا عن هذه المعالجة وعن هذا الاختيار شو كان في بالك وانت عم بتفكر تعملي هذا الفيلم انه ليه اخترت هاي هذا الشكل من المعالجة هلأ أول شي أنا ما بشوف أنه هي فانتازيا للمعالجة أنا بشوفها كتير شي واقعي هاي الحياة اللي عم نعيشها هي مسرحة كبير الحقيقة ايه طبعا حتى أنه بهذا المكان بالذات اللي أنا خطرته أنا بتذكر أنه أنا مرة طلعت على من بروفتي بأزيائي المسرحية القاء كان عندي آخر بنقاط الفناني فأنا رحت بسرعة بدي ألحق اللقاء فاطلعت بأزيائي وأنا عادي قطعت الطريق وهيك والناس معتبرين هذا إشي عادي يعني انت هدول الشخصيات حتى ممكن تلاقيهم بالحياة رايحين من مكان ل مكان بأزيائهم يطلعوا من المسرحة بأزيائهم يعني هذا هذا واقع هاي حالات استثنائية الحياة بالنسبة للاقنعة ايه تفضل أقول لي حالات استثنائية مش أوكي هي هايزي السحرية الواقعية ممكن أن تحدث ولكن تحدث يعني نادرا ما تحدث يعني بس أوكي هذا هي رؤيتك انت وأنا بحب أسمعك أكيد 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 بس هي بس هي حتى الحياة هي تحدث ايه صحيح هلا أما بالنسبة للاقنعة الحياة أنا ما بس أنه أقنعت المسرح نحنا بالحياة كلنا عنا أقنعة نحنا الواحد فينا بفيق الصباح بيقول أي قناع لليوم بدي ألبس بدي يكون مبتسم رغم الظروف ولا بدي يكون مهموم ولا عابس ولا ولا كل الإشياء هاي الأقنعة نحنا بنحدث حالنا فيها مئات المرات لليوم الواحد احنا موجودة اليوم أنا بدي يكون صاحبة شي معين بلقاء معين فأنا دائما مبتسمة شو ما صار مبتسمة لا يا جماعة نحنا خلوا الروح خلوا الروح هي اللي تطلع حاجة نفاق حاجة كذب حاجة هاي التفاصيل خلونا فعلا مرآة نقية للي عم بيصير نحث صح ونوصل صح فهذا بدي وصلك لمرحلة بالنهاية إنك بتتعب كتير كتر الأقنعة بتضيعي ذاتك والذات هي أهم شي أنا بشوف إنه ليه نضيعها ليش لازم نعرف احنا شو بدنا لازم لما بنا نقاتل نقاتل صح لما بنا نسعى لتمرد نتمرد صح مو الأقنعة هي اللي بتساعد هذا النفاق بيودينا حتماً للموت في فلسفة أخرى للأقنعة وهي إنه الواحد لما برتدي قناع بيكون أكثر بيشبه ذاته ممكن يكون حر لأنه يعني بتغيب يعني بيبطل مرتبط بشكله وهويته المعروفة للآخرين فبالتالي بيقدر يكون حر يعبر شو ما بدهم غير ما الآخرين يأخذوه على ما يقول أو ما يفعل هاي ممكن فلسفة أخرى بس أعتقد إنه أنت حابة بهذا الاتجاه هو أنت شفت الأمور إنه هو بيحط وجه آخر فهو زال وغير ظاهرة آآ هيا واخله فما عد ظاهرة فهو حر أكثر صحيح في حدا عارين رباح هي سألت نفس السؤال اللي أنا سألته عن ليش الضمير رجل وليس إمرأة لكن بتستكمل بسؤال آخر ما فلسفة شخصية الضمير لدى المخرجة فلسفة شخصية الضمير لدى المخرجة الضمير بنهاية هو نفس الشخصية يعني هو الإشياء اللي أنت ما بتقدري تعمليه ما بتقدري تقوليه هو الحاضر هو الحاكم هو هو صوت الله فينا الحقيقة رباب اللي بشوف الفيلم لا يمكن للون الأزرق إلا أن يعلم في ذاكرته حدثينا أكثر عن هاي الهوية اللونية للفيلم للفيلم ما سموع ما بعرف سمعتيني ولا راح الصوت ألو عفوا الصوت ما بعرف سمعتيني ولا أعيد أعيد السؤال أعيد السؤال طبعا ممكن بقول إنه اللي بشوف الفيلم لا يمكن إلا اللون الأزرق إلا أنه يعلم في ذاكرته فحدثينا عن هاي الهوية اللونية للفيلم وعن اختيارك لإلها راح أوكي عمت سمعتيني سترانيا ما بعرف إذا سمعتيني لما عدت السؤال سمعتيني لما عدت السؤال لا حتى عدت السؤال ما سمعت وبعتزر شوي طب هل الصوت صار أحسن ممكن آآ آآ برجع بحكي إنه اللون الأزرق لا يمكن اللي بشوف الفيلم إلا أنه يعلق في ذاكرته فحثينا عن هالهوية اللونية للفيلم عن اختيارك لهذه الهوية اللونية آآ الهوية آآ هلأ المدينة موحشة وكئيبة الحرب اللي صارت أتليتها الحقيقة وكل شي عم بيصير وما زال محاولات حتى الاستمرار بالحياة فهذا الفشل الدائم الخزلان الدائم بيبقى شخصيات عم بتحاول أنه لأ أنا بدي استمر بدي استمر بدي استمر رغم هاي العتم اللي جواتنا آآ مكان الشخصي البداية في إشارة للعتم إنه أنا يعني أنا ليش العتم سودا ليش أنا دائما بدي شوفها سودا ليش إنه إحنا ما مشوفها باللون الأزرق يعني ليه بنقول الباب اسمه باب نحنا علمونا هاي التسميات نحنا ما بحثنا نحنا بس تلقينا نحنا متلقين نحنا لا نبحث لا نفكر فهي القصة إنه أنا بس أنا بدي ألكن أنا شو ما كان لوني إذا بشوف العتم لون أصفر ولا أزرق ولا أي لون تقبلوني أنتوا ليه ما بتقبلوا يعني لس صار في إشكالي إنه لابسين أزرق يعني شو الإشارة ليش العتم باللون الأسود مو بالأزرق فرضا ليه أنا ما عم بتقبل يعني عرفتي كيف كمان في ممكن واحد ممكن كمان اللون كل واحد يقرأ بحسب ثقافته حسب يعني اللاشعور عنده عن تجهل ما في صوت كأنه في مشكلة بالاتصال هلا سمعتني إذا إذا في مشكلة ممكن نعمل نعمله هاتفيا سمعتني ربا أنا مش سمعتك إذا ممكن أعزائي بال مسؤول حياة مش سمعتك بدي أحكي لزملائي أنا عم أسمع عم أسمع عم أقول ما بعرف إذا سمعتني عم أحكي عن إنه اللون ودلالته من واحد لآخر ممكن تكون مختلفة يمكن يقرأه كل واحد حسب الشب اللون من واحد لواحد ممكن يكون بيختلف في دلالته في قراءته لإله وفي إحساسه فيه فممكن لحد يشوف اللون الأزرق هو لون الصفاء والنقاء الصفاء السماء والبحر ممكن ناس تشوف هو لون الموت ممكن ناس تشوف إنه هذا اللون الأزرق هو يعني الت سمعيني نعم أحسن يمكن لما طفيت الفيديو هيك مسموعة أنا مسموعة أنا منيح أنا بفضل بفضل إنه نروح لاتصال هاتفي وبجه الرسالة لجو ملائي بشمان إذا ممكن في الكنترول روم إنهم يعني يتصلوا مع أستاذ رباب أنا بفضل الاتصال في إذا ممكن سامعتك حبيبتي أستاذ رباب رح نتصل هاتفيا عشان يكون في سلاسة أكتر في الحوار فلحظات ورح يرجعوا يتصلوا فيك على الهاتف في في عز الدين عم بيسألني عز الدين الريبي عم بيسألني أنه هل يستطيع المشاهدون ترشيح أفلام في المستقبل هي الفكرة حلوة وإحنا يمكن منفكر فيها لكن في يمكن هذا منفكر عليه أكتر لو كان في بنادي الشومان السينمائي في القاعة لأنه تعرف أخي عز الدين إحنا لما نعمل عروض على أونلاين كل هاي الأفلام لها حقوق وإحنا كتير قائم من الأفلام حاطينا حابين أننا نحصل عليها لكن لأنه لها حقوق فش مش عم نقدر نحصل على كل الأفلام اللي إحنا يعني رايدين أنها تكون معنا لكن مش غلط أنك أنت أنا بفضل ياريت إذا بتحب تحب هون أو بتحب على صفحتنا على الفيسبوك تتراسل معنا وترشحو لنا أفلام أنتو بتحبوها بالمستقبل ممكن لما نرجع للوضع الطبيعي لما نرجع لنادي شمان للقاعة أنه نقدر نعرضها لأنه أي شي إحنا هون منعرضه خاضع للحقوق الملكية ومش مقدرش كل الأفلام نحصلها حسب الرغبة بس فكرة مرحة فيها وشكرا كثير لكم أصلا لقدام إن شاء الله ممكن يكون مجتمع مصغر من النقاد أو المريدي السينما المرتبطين بنادي شمان السينما رانية جرب تحكي مع رباب الآن رباب موجودة رباب سمعتني نعطي زرع سوى الاتصالات طب تمام شكرا الله إنه رجع رجعنا وتواصلنا معك طب رباب في سؤال من عز الدين الريبي بيحكي ما الذي يمثله الرجل الكبير بالسن هل كان له دلالة معينة أو إنه فقط راوي هو فينا كتقول البهلول النبي اللي عم بدعو الناس للخلاص عم بيشرح ويروي تجربته والأحداث عم بيحكي اللي صار كله ويدل الناس على صبل الخلاص بس الناس ما كانت انت كانت ملفهية بالصفحات الغزو بالبس على السوشيال ميديا على الفيسبوك إنه واحد عم بيموت نحن عم نصور وعم بيموت مهامنا إنه عم بيموت فهن أبدا ما كانوا منتبهين إله وهو بيمثل هذا المخلص الحقيقة هذا كان سؤال من عز الدين و بدرجع أسألك رباب الفيلم بقدر ما هو ذاتي وبيعكس إشي من ذاتك بقدر ما يتسع لشمل المرأة بشكل عام زي ما حكينا المرأة المقهور المرأة الضحية ولكن كمان تتسع الدائرة أكثر لتشمل الوطن المسروق والمستباح كثير من الأفلام كثير من الأفلام حاولت إنشاء علاقة ورابط بين المرأة أو الأم والوطن كيف ترين أنت هذا الرابط وهل تنظرين إلى الموضوع بزاوية مختلفة رابط بالفيلم معنها هو موجود أساسا لأنه لما بدك تحكي عن عذاب المرأة أنت عم تحكي عن هيدا الأرض أراضي يعني لما عم تحكي عن حروبها الشخصية أنت عم تحكي عن حروب هذا الوطن لأنه كله بيأثر وبينطلق من بعضه بيأثر على الكل ما فينك تصلي المرأة عن المدينة الحقيقة هي يعني حالات منعكسة تماما طالما أنت بهذا المكان فهي كثير حتأثر ما هي كل القصص بتتبع بعضها سلسلة واحدة هي أنت لما بتتكري بهذا المجتمع طريق تبكير ما فهي بتنعكس على الجميع وهنا لما تفكروا بنفس الطريقة بتنعكس على المكان على الزهرات على التاريخ على الأجيال القادمة هي سلسلة مترافضة بكل شيء الحقيقة طب ماذا تعني سينما لرباب مرهج إنشئت أن أكون أكثر تحديدا هل هي بالنسبة إليك أداة تغيير وتمرد أداة حلم أو أداة أداة تعبير عن الألم يمكن أنا اللي شفته بالفيلم إن هي أكثر هون كانت أداة تعبير عن الألم لكن كيفية بالنسبة إليك لا لا أنا بالنسبة إلي أول شيء السينما هي شرف هو اللي بتنفس يعني هي أداة حياة الحقيقة بكل ما تحوي هاي الحياة من التراقضات بالنسبة إلي هيك السينما أوكي نشوف إذا بسمعنا سؤال آخر ماتت بجرعة مفرطة من الأمل هاي العبارة يعني كانت مكتوبة على لوحة إعلانية داخل الفيلم تنقلني بالضرورة إلى زمن آخر لمكان يعني آخر حيث تحدث الكاتب المسرح الكبير سعد الله والنوس وهو على حافة الموت وهو مدرك لموته قال نحن محكمون بالأمل ما الذي يجعل شخصين يجمعهم الألم والوجع وكل هذا الموت ويعني شو اللي بيخلي واحد متمسك بالأمل والآخر يرى أن الجرعة المفرطة من التفاؤل تؤدي إلى الموت ما هو الله يرحم والنوس هو خلانا محكمين بالأمل الحقيقة ونحن نتأمل ونعيش حياتنا ونعيش على هذا الأمل لحد أنت تتاخذي أنه بس تتاخذي هذا النفس اللي هو صار هو كله أمل لنستمر بس حتى هذا النفس الكبير اللي هو كله أمل مثل جرعة تطبت موتك نحن عم نموت حتى بسبب الأمل الحقيقة هلأ الحياة ما عاد تبدأ أمل ولا عاد تبدأ الانتظار هذا كله بدك تلحق تعيشي أو لا ببساطة يعني فهي ماتت قد ما تأمنت أنه لا حيتغير شي حيتغير شي حيتغير شي هي عم تنتظر محكومة بالأمل كانت فهي ماتت جرعة مختصة منه الحقيقة يعني أوكي يعني كل واحد ممكن يكون يشوف الأشياء بطريقته سؤالي الأخير إليك هو حول تجربتك مع المؤسسة العامة للسينما والدور اللي ممكن تلعبه المؤسسة في دعم الشباب يريت تحكينا عن هاي التجربة ولأنه أنت إليك فيلمين يعني معهم وهي التجربة المهمة صحيح الآن مؤسسة السينما في دمشق مشكورة متمسسر بالأستاذ المدير العام الأستاذ مراد شاهين الحقيقة هني عم بيحيطوا تجارب الشباب والجداد واللي عند المهرب ويكسروا العراقيل أجزامهم عم بيحصدنوهم كل جهد وأباني الحقيقة بالنسبة لي ممكن هذا المشروع ما كان رح يشوف النور مثل المشروع الأول لو ما كان في اسمه مؤسسة السينما كثير شاعدوني كثير قدمولي مو أنه بس أنه فرص منحوني للإخراج بالإنتاج كثير كانوا حريصين على تقديم الأبضل بكل شيء بكل التقانيات بالفنيين فهني يعني الفيلم هو كان يعني يعني أي شخص كان بهذا الفيلم هو يعتبره مشروعه حلمه الشخص الحقيقة فأنا كثير أجلهم الشكل بشكل عام يعني المشاكل والتحديات قدام المخرجين الشباب يعني أنت ممكن لقيت فرصة من خلال المؤسس العام للسينما لكن برضو المؤسس العام للسينما يعني ممكن تنتج عدد محصور ومحدود من الأفلام الطويلة أو القصيرة لكن في عدد كبير أكبر من الشباب المخرجين واللي يستنوا دور فأكيد في دور للشركات الخاصة أكيد في دور يعني إيش التحديات اللي أنت بتواجهيها في هذا الصدد يعني أنت أفلامك الأولى قبل هذول الفيلمين كيف أنتجتيهم كان انتاج ذاتي أنا انتاج ذاتي بس مش تقلب الحرب والحصار علينا إذا صارت الحرب أنت معد فينك تنتج بشكل خاص هذا منطلب أموال كثيرة وأغلب رؤوس الأموال الغادرة إذا كانت خارجية أو حتى من الداخل كانت يعني فطار انتاج السينما كثير يعني محصور بأسماء معين وفي أسماء توقفت نهائيا نحن لمعنا السينما مستقل تلاقي في شي نادر تجربة أو تجربتين فهدول ما بيشكلوا حالا فلابود المؤسسة السينما لمؤسسة حكومية هي اللي تحضن هذه التجارة لتشوف النور يعني لو لا وجود السينما أنا المؤسسة بظهر مط ما بنقدر نحن نشتغل بهاي الظروف وحتى هلأ الظروف كلما على أسوأ يعني الظروف الأوبئة كورونا حاليا يعني موقف خطابيا بالعالم يعني هذا الشي ورغم هيك المؤسسة مستمرة لحضن هذه التجارة والحقيقة هي يعني هي بتنطقي الأفضل يعني مشان اللي عم بيستنى دوره وهي بتمنح فرص للجميع بابا مفتوح للجميع اللي عنده الموهبة واللي عنده القدرة ما ستكون دارس عم تطفيهم فرص دائما شكل دائما عم تخلق فرص جديدة لكل الشباب الحقيقة الحقيقة دور المؤسسة العامة للسينما يعني يعني هو دور يعني شكل من أشكال النضال صمودها وبقاءها حتى في ظل الحرب كان هناك إنتاج للأفلام وهذا شكل من أشكال الصمود والنضال يعني يقدر ويحترم عليه يعني صحية نحنا لو للمؤسسة الحقيقة ما بنعمل السينما نحنا كتار يعني طب عزيزتي شكراً كتير رباب لمشاركتنا الفيلم والنقاش ورغم تقطع الصوت لكن يعني كان نقاش جميل وساعدين بحضورك وإنك شاركتين فيلمك التجريبي وشكراً لكم أعزائي ولكل من تابعنا اليوم نلتقيكم يوم الثلاثة القادم الساعة ستة ونص المساء إلى ذلك الحين لكم مني أنا راني حداد وأعضاء ليجو تسين ما في شمان أجمل تحية ما ودتي ترجمة نانسي قنقر